عودنا للحديث مرة أخرى على مسلسل البيت الرفاعي هي ليست التجربة الأولى لكي مع الفنان أمير كارارا سبق وكان لكم تجربة معا في فيلم البعبع كيف هي كواليس العمل مع الفنان أمير كارارا؟ سر الكيميا الموجودة بينكم؟ بس يا أمير إحنا أصحاب وأخوات كده يعني من سنين وأنا كمان برا الأخوة دي أنا من الفنز بتبع أنا بجد من أشياء دي المعجبين بيكا فنان أنا في فيلم البعبع كنت ضيفة شرف كلموني وقالوا لي تعملي المشهد ده فرحتي جدا لأن أنا كنت حبة المشهد ده وجودي مع أمير في الفيلم هو ده اللي كان دفع الوحيد اللي خليني أعمل مشهد في فيلم أنا سيزون ده كنت شغالها في فيلم مستر أكس وما كنتش فاضية بس فعلا اتبسطت قوي أن أنا هبقى مع أمير ضيفة كده سريعا وعملنا المشهد وعجب الناس وطلع لطيف الحمد لله وبقينا في تجربة كبيرة اللي تبقى مع أمير بشكل يعني ما هو سر الكيميا التي بينك وبين أمير كارارا في العمل تلاقي صعوبة في العمل مع أمير كارارا؟ لا خلص الإنسانيات أنا بحب الناس اللي عندهم إنسانيات بحب الناس الطيبين اللي بيحترموا زمايالهم بحس أن الكواليس كده بتبقى فيها دفع فيها احترام وفيها تركيز بقى يعني أنت أول ما بيتوفر لك الاحترام والدعم هو كل ده دعم بالنسبة لي يعني أنا شغالة مع بطل إنسان وفنان وبيحب الشغل قوي وبيحب زمايله وبيحترمهم ومركز قوي فأنا ده بالنسبة لي كده إحنا ده مصدر الأمان لكل الممثلين مش ليه أنا الواحدي فإحنا كوالسنا كده وانا بقول عليهم معسكر جبها جبه يتحارب والله بقوله أستاذ أحمد نادر جلال أنا لما باجي بحس إن أنا دخل حلبة مصرعة كلنا مجدودين وبنمثل وكل الناس كده عندها طاقة كده بس قد إيه الوجود كرو تقم عمل يكون متفاهم طبعا يسهل المواضيع كتيرة ويخليكم مرتاحين أكثر في التصوير طبعا هو حتى أستاذ أحمد نادر جلال قال كده قال أنا اخترت يعني مجموعة العمل كلها لورا الكاميرا والقدام الكاميرا بدقة شديدة وفكرت مرة واثنين وثلاثة عشان أحط كل واحد في مكانه اللي أنا حاسس إن هو ده أجود اختيار هو أول تعامل لك مع المخرج أحمد نادر جلال آه أول تعامل آه إن شاء الله ما يكونش آخر تعامل يا رب بذكر أمير كرارة طبعا نجم كبير جدا وحقق نجاحات كبيرة ليس النجم الوحيد الذي تعاملتي معه كذلك من فترة ومنذ أربع سنوات قدمتي أحد أهم الأدوار التي تصدرت الترند على مستوى العالم العربي كذلك كان دور شقيقة الممثل محمد رمضان في مسلسل بيرنس مسلسل حقق إرادات عالية حقق نجاح كبير جدا هل اليوم تعتبرين أن هذا الدور هو أهم دور غير مسيرتك الفنية ويمكن أن نقول أنه من الأدوار الصعبة التي قدمت بصي أنا عمري ما بحسبها كده أنا طبعا سعيدة بالعمل لأنه حقق نجاح جماهيري مبهر وكان من أهم الأعمال في السنة دي بس أنا كل حاجة عملتها كل محطة في حياتي استفدت منها كل عمل عملته وقت ما عملته كان هو بالنسبة لي أهم عمل كل محطة أخدت منها خبرة واستفدت وكل مخرج اشتغلت معاه حاولت بقدر المستطاع أن أستفيد على أعلى درجة من الاستفادة واستثمار الفرصة دي بالنسبة لي دايماً تارجت يعني ده هدفي الأول لما اشتغل مع مخرج أستفيد منه لأقصى درجة يعني هو من خبرة وده اللي حصل في البرنس وغير البرنس بكل الأعمال وفي إحكاية شهر زاد من أستاذ يسري نصر الله وفي آخر المشوار مع الأستاذ نادر جلال يعني هانسة أنا اشتغلت مع مخرجين كبار كتير جداً فاستفدت منهم كلهم السنة اللي فاتت اشتغلت في جات سليمة مع الأستاذ الإسلام خيري عملت يعني حاجة كده بالنسبة لي جديدة ولطيفة الكوميدي الفانتازي الأطفال فدي كانت تجربة بالنسبة لي جديدة وحلوة جداً 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 كل عمل اشتغلت فيه بحسه ابني بتاعي أنا مشيت معاه المشوار لحد ما كبر وطلع للناس كنت تتوقع أنا ذاك أنه مسلسل برينس حيلقى نجاح كبير أم أنه تركيزك أكتر عندما يعرض عليك الورق هو الدور اللي حتقدمه للمشاهدين لا هو بس أنا كل حاجة بتجيلي يعني بدعي ربنا أنه يتحقق نجاح وتنول إعجاب الجمهور لكن بشتغل على كل الأعمال زي بعض النجاح من القدرة اللي عادة ودي بتاعت ربنا وحسب الظروف المحيطة بالعمل والمحيطة بالوقت اللي بتزعفيه محيطة بالمنافسة نفسها بالمنتج كبراجيكت كله بقى قائمين عليه يعني عدة عوامل أنا ما ببقاش مسؤول عندها على فكرة النجم نفسه مش مسؤول عندها لأنه ممكن يعمل قصارى جهده ويعمل يعني قدر المستطاع ولا مستطاع وفي النهاية فدي بقى بتاعت ربنا يعني أنا دايماً أقول بس إحنا أنا شخصياً بعمل العليا